الحريق ده كان في اسكندرية في مول كبير هناك وفي كارفور يعني في أحد المولات يعني الموجود في اسكندرية وحريق كان ضخم جدا حريق شفنا الصور بتاعته والسنة من اللهب طالع في كل مكان ونيران مشتعلة أو يعني دخان كبير قوي طالع اسود يعني زي ما انتوا شايفين قدامكم في الصور منظر مهولي يعني عندما تفرج على صور زي كده تحس ان هو احنا في نهاية العالم ولا ايه هو المنظر ده كان بجد في مصر ولا ايه ولكن الحمد لله يعني الحمد لله طبعا ان ما فيش اي اصابات حصلت والنهار ده المفروض قوات الحمال المدنية توجهت بالفور اول ما شافت او اول ما تلقت يعني بيانات لها علاقة بهذا الحريق ولقوا ان الحريق ده يعني بعد الفحص ان كان فيه تكييف مركزي موجود في اعلى السطح بتاع المول ده التكييف ده حصل فيه مشكلة وحصل فيه حريق وراح الحريق ده امتد بقى لمظلة او زي كده زي شمسية كده كبيرة شوية كانت برا المول التجاري ده وراحت النار مسكت فيها وعملت المنظر اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده السيطرة على الحريق تمت يعني بشكل سريع جدا ومحصلش اي خسار في الارواح وده اللي اكدته وزارة الخارجية ان ولا فيه وزارة الداخلية اكدت ان ما فيش اي مساس او ما فيش اي اصابات موجودة خالص سواء كان في الممتلكات او حتى المبنى نفسه كمبنى ما تأثرش بشكل كبير وان الموضوع هو قوات الحماية المدنية قدرت ان هي تسيطر عليه بشكل كبير طبعا يعني لما بنصف عن دلوقتي احداث حرائي احنا بنبقى حساسين شوية لو حرائي ليه طيب دلوقتي هو ده وقت حرائي مثلا من العام ولا عشان مثلا نقول درجات الحرارة المرتفعة فالكيد طبعا احنا بنتشاحن بشكل معين كده لما بنسمع موضوع حرائي هي فعلا الحوادث اللي بالشكل ده اتقررت كتير قوي وكلمة حريق دي اتقررت كتير قوي على مدار الايام اللي فاتت والناس الحقيقة بقت خلينا نقول بشكل صريح بقت قلقانة وبعندها نوع من نوع التخوف ولكن خلينا نقول في الاول وفي الاخر يعني الاعمار بايد ربنا ويعني نتعامل وما نخافش والكلام ده كله ولكن طبعا كل واحد يقدر ياخد حذره وياخد حذره المهم احنا عارفين طبعا ان كارفور ده هو عبارة عن مول تجاري كبير جدا في اسكندرية ومش مجرد سوبر ماركت زي ما يكون مثلا منشوفه عندنا هنا في القاهرة او في مختلف المحافظات في اسكندرية هو عبارة عن تجمع لمحلات كتير في نفس المكان فان النهار ده السبت وان النهار ده ناس كتير اجازة ممكن تكون كانت موجودة في هذا المول فالحمد لله ان ربنا سلم وما يكونش فيه اي اصابات او اي وفيات في هذا الحادث الكبير ده اللي كان مهم جدا ان احنا نطمن عليه في حادثة النهار ده بالفعل وزارة الصحة النهار ده بمجرد ما تلقت البلاغات ليه علاقة باشتعال النيران في كارفور في اسكندرية بعدت 12 عربيت اسعاف مجهزة وكمان سيارة امداد طبي علشان تتابع وتقدم كل الخدمات الاسعافية لكل الناس اللي موجودة في منطقة كارفور في اسكندرية وزير الصحة كان بالصدفة موجود فيه زيارة وبرنامج خاص بيه بتفقد المنشآت الصحية في اسكندرية اطع زيارته اطع كل المحطات اللي كان من المفترض ان هو يزورها وتوجه مباشرة علشان يتابع كل التطورات اللي علاقة بحادثة كارفور فزي ما احنا شايفين كده بالفعل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة توجه الى الموقع الخاص بالحادث وبدأ ان هو يتابع كل الحالات اذا كان فيه اي اصابات او اي حد تضرر من حادثة النهار ده ووجه طبعا كل المستشفيات الموجودة في محيط المنطقة دي ان هي ترفع درجة الاستعداد علشان لو اي حد محتاج خدمة طبية تقدر ان هي توفر له هذه الخدمة بشكل سريع وبدون اي طرخي كده طبعا يعني تحرك سريع جدا من ضمن الحكومة يعني عشان نسيطر على الموضوع ده بشكل كبير واكيد كلنا ملاحظين اديه في استعداد كبير اوي بتكون موجودة دلوقتي علشان لو فيه حاجة حصلت في اي مكان نكون موجودين سواء كنا قوات حمامة مدنية او سواء كنا اسعاف او سواء كنا اي مؤسسة في الدولة بتحاول في الاخر ان هي تحمي او تنقذ ما يمكن انقاذه